السلام عليكم قصتنا ليلة من مصر أم الدنيا وتحية لأهل مصر وليهون السامعين جميع قصة جميلة وفيها عبرة عظيمة وقبل لا نبدأ في سرد أحداث هالقصة لا تنسون تدعمونا بلايك لهذا الفيديو واللي أول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا وقبل لا أبدأ في سرد أحداث هالقصة الجميلة أتمنى من الإخوة والأخوات الاشتراك في قناة ابن عمي أبو سعود لنعيمي عنده قناة على اليوتيوب ويروي فيها قصص جميلة جدا وتلاقون رابط القناة في التعليق المثبت وجزاكم الله عنها خير الجزاء عام 2018 وتحديدا في العاصمة المصرية القاهرة في منطقة ينقلها منطقة الرحاب منطقة الرحاب هذه تعتبر من المناطق الراقية والمناطق الفخمة في العاصمة المصرية فيها المنطقة فيها رجل ينقل له عماد سعيد عماد سعيد هذا عمره فيها ذاك الوقت 56 سنة متزوج من امرأة اسمها وفاء عمرها 43 سنة وعماد وفاء متزوجين قبل حوالي 25 سنة وعندهم ثلاث أبناء محمد الكبير عمره 22 سنة طالب جامعي في الجامعة الأمريكية والبنت الأصغر نورهان نورهان كان عمرها 20 سنة كذلك طالبة جامعية والولد الأصغر من نورهان عبد الرحمن عمره 17 سنة عبد الرحمن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن عبد الرحمن كان هو أبكوم وهالعائلة أبكوم لأنه الولد تعرفون اللي عنده مثل هيش من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاولون يعني يهتمون فيه أكثر من محمد ونورهان وشاب هذا محمد شاب ما شو الله صاحب عضلات مفتولة وشاب محترم ومؤدب وكذلك البنت نورهان والسيد عماد هذا رجل مهندس ورجل أعمال في نفس الوقت رجال ناجح في عمله وسمعته فيها الحي وفي المنطقة واللي يعرفون المهندس عماد الكل يحمد بسيرة هذا الرجال رجال له صاحب مشاكل رجل خير وكذلك كانت علاقة المهندس عماد مع أسرته علاقة طيبة جدا وبما أنه هالعائلة ساكنة في منطقة الريحاب واللي تعتبر من أرقى المناطق في العاصمة المصرية فبالتالي نقدر نعرف أنه أحوال هالعائلة المادية فوق الريح لأنه المنطقة هذه ما يقدر يسكنها حي الله حدا يعني من الناس العاديين أو من الطبقة العادية العمال والفلاحين والكادحين يجب أنه يكون رجل قادر أنه يدفع ثمن الفيلات وحتى بالنسبة للأجار فيها المناطق الأجارات غالية جدا المهم الجماعة عايشين ببحبوحة مادية وما عندهم أي مشاكل تذكر وتروح الأيام وتجي الأيام والوضع على هالحال والجماعة عايشين ما عندهم قطع من الشيطان محمد في عام 2018 وتحديدا في شهر أبريل شهر نيسان أو آخر شهر نيسان محمد كان عنده امتحانات في الجامعة والولد يحاول قدر الإمكان يوفق ما بين الدراسة وما بين الجيم أو اللعب فيه كمال الأجسام الولد كان يروح على أحد النواد الرياضية ويلعب رياضة وعنده أصدقاء وأموره يعني ما عنده مشاكل أبدا المهم هذاك الوقت وفاء أم محمد خايفة على محمد من يعني الخوف والرعب من موضوع الامتحانات وتحاول تأمن له الأجواء المناسبة لا أصوات لا إزعاجات فيها البيت لأجل أن أم محمد يقدم هالامتحانات وينجح وفي هذاك اليوم كان يوم جمعة كانوا مخططين قبل يوم الجمعة أنه ودهم يروحون على جدتهم وجدهم في محافظة الشرقية طبعا الجد والجدة لجهة وفاء أم محمد أو متعودين هما كل فترة والثانية يروحون على أجدادهم ويزورونهم ويطمنون عليهم ويغيرون الجو ويرجعون المهم ركبت العائلة هذاك اليوم وفاء وأبنائها ثلاث وراحوا على محافظة الشرقية زاروا وجدادهم أو تغدوا وتعشوا وركبوا ورجعوا على البيت في اليوم الثاني يوم السبت تتصل أم وفاء على بنتها وفاء أو تطمن عليها وهي وفاء شنو الأخبار شنو العلوم قالت والله الحمد لله الأمور بخير لكن والله أنا خايفة من موضوع الامتحانات هذا وخايفة على محمد خافة أنه ما يجيب المعدل المطلوب قالت الهلات خافين والأمور إن شاء الله طيبة وكلي الله عز وجل كذلك في اليوم الثاني يوم الأحد اتصلت أم وفاء على بنتها تتطمن عليها وتتطمن على محمد ورجعت اتصلت على أخت وفاء يعني العائلة بيناتهم ترابط أسري اللي هي عائلة وفاء الخواءات يتصلن على بعضهم وفاء تتصل على أمها إذا ما الأم اتصلت يتطمن على بعضهم ياخذن إخبار بعضهم المهم يوم الأحد كانت الاتصالات شغالة والأمور ماشي بدون مشاكل كذلك يوم الاثنين صباحا الاتصالات شغالة بين وفاء وأهلها وأختها إلى حد الساعة تقريبا ثلاثة بعد الظهر اتصلت أخت وفاء عليها وتتطمن على الوضع الأمور هاي وفاء شلون الأمور قالت بشرة شبخير لكن والله التلفوني راح يفضل من الشاحن خليني أحط التلفون على الشاحن أو أرجع أتصل عليه وكذلك أتصل على أمي اليوم ما اتصلت عليها والله قالت أوكي بعد حوالي ساعة زمان حاولت أم وفاء أنها تتصل على وفاء لكن التلفون كان مغلق شالت التلفون واتصلت على بنتها الثانية هاي أفلاني قاعدة أتصل على وفاء تلفونها مغلق شنو الموضوع قالت والله ما قبل ساعة زمان شنط حتش معاها وقالت لي أنه تلفونها بدأ يخلص شحن ويمكن بل شانب محمد وقاعد تسوي له الأكل اللي يحبها يوفروا له الجو المناسب للدراسة لا تاكلينهم أنا ما صار لي ساعة مكلمتها قالت أم وفاء ليس إلا بعد ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات تحاول أم وفاء تتصل على بنتها لكن التلفون مغلق قامت اتصلت على زوجها المهندس عماد كذلك تلفونه مغلق اتصلت على تلفون نورهان كذلك التلفون مغلق اتصلت على تلفون الولد الصغير عبد الرحمن كذلك التلفون مغلق قهله والله يا عمي معناته هالعائلة اليوم عندهم وضع خاص بما أنه محمد بكرة يوم الثلاثاء عنده امتحانات وما راح أضغط عليهم زيادة المهم في اليوم الثاني كذلك تحاول أم وفاء تتصل على بنتها من هناك لا حياتها لي من تنادي كل التلفونات مغلقة تتصل على بنتها الثانية يا أفلانة وفاء تلفونها مغلق قالت والله إمام ما أدري الغايب وعذره معاه المهم ويمر يوم الاثنين كامل يوم الثلاث يوم الأربعاء يوم الخميس الساعة 11 مساء قاعدة أم وفاء وأب وفاء قالت والله يا أب وفاء صراحة قلبي مثل النار على بنتي وفاء وحاس أنه حاصل لهم مكروه حاصل لهم شيء مو معقول يعني يومين كل تلفوناتهم مسكرة الراية العمل خلينا نروح عليهم على القاهرة قالها الآن الوقت متأخر خلينا بكرة من الصبح تطلعين أنتي وأخ وفاء واحد من إخوانها وفعلا ثاني يوم من الصبح تركب أم وفاء هي واحد من إخوانها ويجون على الفيلة هذه اللي في منطقة الرحاب لكن ما في أي صوت ما في حركة البوابة مقفلة ما في إلا كلب الله عزكم الكلب هذا قاعد ينبح بطريقة ما هي طبيعية وكذلك سيارة المهندس عماد موجودة داخل سور الفيلة لكن العجلات فارغة من الهواء مبنشر يعني وأم وفاء حست الوضع ما هو مضبوط وتقوم تتصل على أب وفاء قالت يا أب وفاء الموضوع كذا وكذا وكذا لا في ضو لا في إنارة يعني بالعادة ينسوا لهم لمبة شغالة على البلكونة صوت ما فيه وتراني مش تم رائحة ما هي مضبوطة لذلك يا معود اركبوا تعال خلينا نشوف شنو الموضوع وهي بها سوالة فيمر رجل أمن في هالمنطقة قالت يا أخوي في رائحة قاعدة تطلع من هالمنطقة ما هي يعني مثل رائحة جثة رائحة يعني ما هي طبيعية قالها يا خالتي عادي يعني يمكن بس أو قط ولا كلب ميت في منطقة قريبة يعني عادي يعني لكن الأم قلبها ما هو مرتاح المهم وصل أب وفاء مساء ويروح على مركز الشرطة في الرحاب سلام عليكم وعليكم السلام ويقدم بلاغ عن اختفاء عماد وزوجة عماد وأبناءه الثلاث الجماعة لا يردون على التلفون ولا هم موجودين في البيت وصراحة هذه أول مرة يغيبون هالمدة وتلفوناتهم كلها مغلقة رجال الأمن سجلوا البلاغ وقالوا خلاص انتوا يعني جماعة اكبار في السن وأبو وفاء رجل مريض وأمها كذلك تعاني من عدة أمراض قالوا يا جماعة انتوا اركبوا وروحوا على محافظة الشرقية أو احنا أي شيء يصير معنا انبلغكم أول بأول وفعلا أبو وفاء وأم وفاء ركبوا السيارة ورجعوا على محافظة الشرقية لكن قلبهم مثل النار في اليوم الثاني وتنزل أم وفاء كذلك على مركز أمن رحاب أو منطقة الرحاب سلام عليكم وعليكم السلام هيا جماعة عثرتوا على طرف خيط بالنسبة لزوج بنتي وبنتي وأبنائها قالوا والله يا حج ما لقيني شيء لكن وكادت جماعة طالعين رحلة استجمام وحبوا أنهم يسكرون تلفوناتهم قالوا يا عمي الولد هذا محمد عنده امتحانات في الجامعة المهم قالوا لها يا حج خلاص انت اركبي وروحي والوقفة هذه ما تناسبتش أو أي شيء يصير معنا كذلك احنا نبلغكم أول بأول ركبت أم وفاء ورجعت على الشرقية وقلبها مثل النار على بنتها وعلى هالعائلة شنو اللي صاير معاهم ما حد عرفان في صباح اليوم الثاني ويجي اتصال على أبو وفاء سلام عليكم وعليكم السلام معاك مركز أمن الرحاب خير يا جماعة عثرتوا على عائلة بنتي وزوجها قالوا لازم تجينا على القاهرة مباشرة يا جماعة شنو الموضوع شنو السالفة في البداية حاولوا انهم يعني ما يقولون لأبو وفاء انهم اعثروا على كارثة لكن بعدين قالوا له بنتك رحمة الله عليها شلون يا جماعة شنو اللي حصل قالوا اركبوا تعالوا بس تجي اتعرف التفاصيل وتقوم تركب العائلة أخوان وفاء وخواتها وأمها ويركبون على منطقة الرحاب على مركز الأمن خير يا جماعة شنو الموضوع ولا حاصلة كارثة بالمجزرة في عائلة وفاء بعد خمسة أيام من اختفاءها العائلة ولا لهم لا حس ولا خبر بدت تطلع روائح كريهة من هالفيلا وبلغوا الجيران وكذلك زملاء محمد في الجامعة واصدقائه في الجيم في النادي الرياضي كذلك كانوا مبلغين عن اختفاء محمد انه ما له بالعادة محمد ما يحضر وكان عنده امتحانات وما يحضر في الجيم المهم بناء على هالبلغات الكثيرة هذه قام رجال الأمن جوا على الفيلة اللي ساكن فيها المهندس ولما ادخلوا على الفيلة ولا قاعدة تطلع منها روائح لا تطاق أبدا ادخلوا على الفيلة ولا يشوفون المناظر اللي ما تتمناها العدو أول ما ادخلوا على الصالة ويلقون وفاء متلقي طلق ناري في رأسها على الكنب في الصالة توجهوا إلى المطبخ الولد محمد كذلك متلقي عدة طلقات نارية ومقتول ويتوجهون كذلك إلى باقي الغرف ويعثرون على الولد عبد الرحمن ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك متمدد في الارض أمام غرفة أخته نورهان كذلك متعرض إلى طلق ناري ادخلوا إلى غرفة نورهان ولا نورهان كذلك متعرضة إلى طلق ناري في الرأس في الجبهة وفي الأنف في منتصف الوجه ودخلوا على غرفة عماد كذلك عماد متعرض إلى ثلاث طلقات نارية طلق في الرأس في الجبهة وطلق في منتصف الوجه وطلق في الصدر وفيه وسادة أو مخدم محطوطة على وجه الرجال واعثروا بجامبه على السرير على مسدس وكذلك مخزن للطلقات المهم صاير مجزرة فضيعة في هالعائلة لكن من هو اللي ارتكب المجزرة هذه ومن هو اللي له مصلحة يقتل هالعائلة بطريقة الفضيعة هذه المهم حضر الطب الشرعي والبحث الجنائي وقامت الدنيا وما قعدت في منطقة الرحاب أو ينتشر الخبر في الصحف والمجلات والتلفزيونات ويا بنت قولي لماذا اعثروا على عائلة المهندس عماد وعائلته مقتولين بطلقات نارية المهم بدأ رجال الأمن التحقيق واستجواب الجيران الأصدقاء كل من يعني له علاقات مع عائلة عماد وتبين من خلال الخبرة الجنائية أنه العائلة كلها مقتولة بطريقة شبه موحدة الطلقات في الجبهة ومنتصف الوجه في الأنف والأمر الآخر أنهم مقتولين في مكان وبعدين محركينهم بعد القتل متحركين إلى مكان آخر وكذلك اعثروا على الفوارغ اللي عددها 11 فارغة وبدت الإشاعات والناس تسولف ورجال الأمن يحققون في وضع هذا الرجل اللي على أساس ما عنده مشاكل أو من هنا ومن هناك تبين في عدة أمور غامضة في حياة هذا الرجل عماد أول شغلة اكتشافها رجال الأمن أنه الفيلة اللي ساكن فيها عماد وعائلته الفيلة هذه ما هي ملك مستأجرها أجار وحتى السيارة اللي يستخدمها عماد كذلك أجار ما هي ملك وتبين كذلك من خلال التحقيقات مع صاحب الفيلة أو صاحب السيارة أو صاحب مكتب السيارات هذا اللي مستأجرين منه السيارة أنه عماد صار له ست شهور ما هو دافع أجار الفيلة ولا أجار السيارة وعليها عدة التزامات مالية لذلك بدت الناس تسولف أنه القضية هذه حادثت انتحار أنه الأب قتل العائلة وبعدين انتحر لكن اللي ضحض هالنظرية هذه أو هذا السيناريو أنه عماد متلقي ثلاث طلقات نارية والمنتحر ما يقدر يطلق على نفسه وقول له طلقة واحدة هذا ماكن طلقة في منتصف الوجه وفي الجبهة وطلقة أخرى في الصدر واللي وديه يسوي هاي السالفة ما يقدر يطلق على نفسه إلا طلقة واحدة وهذا الأمر اللي نفها الشائعة هذه اللي انتشرت وبدت الناس تسولف أنه والله بسبب المشاكل المالية والالتزامات اللي مو قادر يسدها عماد في الفترة الأخيرة المهم رجال الأمن يحققون الطب الشرعي البحث الجنائي ودهم يعرفون شنو اللي حصل وشلون تمت عملية القتل من خلال الطب الشرعي تبين أنه في البداية المقتولة وفاء رحمة الله عليها بعدين محمد في المطبخ بعدها عبد الرحمن وبعدها البنت نورهان وآخر شيء الأب عماد وبناء على المعلومات اللي توصل لها رجال الأمن أنه عماد عنده مشاكل وفيه ناس قاعدة طالبوا بفلوس وعلى رأسهم صاحب الفيلا وصاحب السيارة وعدة التزامات أخرى بناء عليه تم اعتقال 26 شخص ويحققون معاهم من هناك لكن بدون أي نتيجة ما حدلوا أي علاقة فيها القضية لكن تم التحفظ على ثمان أشخاص لفترة من الزمن الأشخاص اللي هم الأقرب فالأقرب لكن في النهاية رجال الأمن ما قدروا يأثرون على أي طرف خيط يوصلهم إلى القاتل أو القتل هالمجرمين اللي ارتكبوا هالمجزرة بحق هالعائلة هذه وبدت الناس تسولف والشائعات انتشرت ناس صارت تقول هذا عماد يشتغل في تجارة غير شرعية وهذا السبب اللي يمكن أنه هالناس اللي يشتغل معاهم صفوه الناس يقولون أنه عماد قاعد يشتغل في تجارة الآثار وحصل خلافات بينه وبين تجار الآثار وصفوه كذلك ناس يقولون أنه عماد يشتغل في عصابة متخصصة في تخصيص الأراضي لكن كل هالشائعات هذه ما تم إثبات أي واحدة منها وأنه الرجل ماله فيها العلاقات واسوالة فهذه كلها وبشهادة الجيران والناس اللي عرفون عماد وعائلة عماد الكل يقول أنه عماد رجل محترم ورجل ما في منه أبدا وفي النهاية وصادم في القضية أنه ما زالت قضية عماد وعائلته غامضة ولم يتم حلها حتى اللحظة وما قدروا يعرفون منه القاتل أو القتله والقضية فيها ذاك الوقت أصبحت قضية رأي عام وكل الناس تسولوا فيها لكن مو هذه قصة الليلة قصة الليلة كذلك حصلت في منطقة الرحاب نفسها وبعد عدة أشهر والقصة الله يسلمكم لشاب مصري اسمه بسام بسام هذا شاب في عام 2018 كان يدرس في الجامعة سنة أخيرة في كلية الهندسة في الجامعة البريطانية وعماد هذا الشاب محترم وقمة في الرقي والأخلاق وكذلك شاب وسيم وهموا الدراسة ومن عائلة مرتاحة ماديا ويروح ويجي على الجامعة لكن هذا بسام كان يحب فتاة اسمها حبيبة وهو وحبيبة يحبون بعضهم تقريبا من المرحلة الثانوية تعرف عليها في يومه من الأيام وتسكن في منطقة قريبة منه وبعد أخذوا عطا حصلت بيناتهم علاقة حب والكل يعرف أنه بسام الحبيبة وحبيبة البسام حبيبة هذه فتاة جميلة ونعومة وحبتها صغيرة وكذلك بعد ما خلصت المرحلة الثانوية كذلك صارت تدرس في كلية الهندسة في نفس الجامعة في الجامعة البريطانية وصار بسام وحبيبة يطلعون على الجامعة سوى ويرجعون سوى وعلاقة الحب هذه تكبر بيناتهم وتتطور مع مرور الوقت وحبيبة تشوف الدنيا بعيون عماد وعماد يشوف الدنيا بعيون حبيبة تروح الأيام وتمر الأشهر والسنين إلى حد ما وصلنا إلى عام 2018 وعلاقة الحب هذه بين بسام وحبيبة استمرت إلى مدة ثمان سنوات يعني ثمان سنين وهالحب هذا يكبر يوم عن يوم في عام 2018 وكان بسام في السنة الأخيرة كان مقرر هذاك الوقت أنه يخطب البنت من أهلها ووده يتزوجها على سنة الله ورسول ورجل ما عنده فكرة أنه وده يلعب على حبيبة ولا يضحك عليها وأصلا بسام من ثلاث أربع سنوات تعرف على أبو حبيبة وعرض موضوع الزواج لكن عائلة حبيبة قالوا يا بسام أنت وياها الآن في الجامعة والزواج إذا حصل الآن وأنت وطلاب جامعة يمكن تقصرون في دراستكم الزواج رح يلهيكم عن الدراسة لذلك أجلوا الزواج تقريبا للسنة الأخيرة في السنة الأخيرة تحصل الخطوبة بشكل رسمي وتكتبون كتابكم وأنت تكون صير مؤهل لأنك تقدر تفتح بيت وتتزوج وتصرف على زوجتك أو بسام ما عارض هذا الموضوع قال نعم فكرة ممتازة الآن ممكن الزواج والارتباط هذا ممكن يسوينا مشاكل ممكن خلينا نقصر في الدراسة ما عندي مشكلة أبدا وصار بسام كل فترة وثانية يتردد فيه زيارة على بيت أهل حبيبته حبيبة حبيبة طبعا عرفت بسام على أمها وأبوها قالت هذا أبوي أشرف حامد أبوي صيدلي دارس الصيدلة لكن ما حبي يشتغل فيها المجال واتجه إلى العمل الحر أو التجارة الحرة ويشتغل حصريا في مجال المقاولات وأمي هذه السيدة نجلاء كذلك من سيدات المجتمع أو كذلك تعمل في مجال الأعمال الحرة وعائلة حبيبة عائلة مرتاحة ماديا أو نقدر نقول أنه أحوالهم المادية فوق الريح جماعة يلعبون بالفلوس لعب السيارات اللي يركبها أشرف حامد آخر طراز الطلعات الروحات الجيات عندهم سائق خاص والأمور عال العال تروح الأيام وتجي الأيام وأشرف حامد في عام 2018 كان عمره تقريبا 47 إلى 48 سنة والأم في بداية الأربعينيات والعائلة مبسوطة جدا بما أنه بنتهم مبسوطة مع الشاب هذا بسام وأنه عن قريب راح تتم الخطوبة ويتم الزواج لكن الشاب هذا بسام بعد فترة منزمة بعد ما تعرف على عائلة حبيبة أمها وأبوها بدأ يلاحظ بعض الأمور اللي ما لقالها تفسير بما أنه الرجال هذا أشرف حامد رجل يعني دارس صيدلة والمفروض تكون عنده ثقافة عالية حتى طريقته في الكلام ممكن أنها تكون غير الطريقة اللي قاعد يسول فيها أشرف حامد كذلك الأم نجلاء هذه اللي سيدة العمال وعندها تجارة يعني ما هم بالمستوى المطلوب بدأ يحاول يعني يلاقي أجوب لهالاستفسارات اللي يدوره بعقلوه يقول لك ما أقول له هذا صيدلي ولا هذي الأم اللي ما تعرف بالبريستيج ولا تعرف بالسوالف وتحاول قدر الإمكان أنها يعني تلعب دور سيدة الأعمال لكن البنت حبيبة كانت بنت طبيعية جدا وسألها بسام أكثر من مرة أنه يعني أبوك أيمة تخرج من الصيدلة وأيمة تراك قالت والله هذه اسوالف قديمة وأبوي أصلا ما حب الصيدلة هذه وحب أنه ينتقل إلى موضوع الأعمال الحرة والتجارة والله نبارك بالتجارة يا بسام أنت شو بدك بهالسوالف لكن السوالف هذه كلها كانت بكم وأنه فيه بعض أصدقاء أشرف حامد لما يجون لعنده على البيت ويكون بسام موجود ينادونه باسم شريف وقال لها شلون يعني هذا شلون أبوك أشرف حامد وشلون هذول ينادونه شريف قالت إيه هذه سالفة طويلة يا بسام شنو السالفة قالت هذا الاسم أو اللقب يعني المتداول بين الناس شريف حامد قالها أيوة هذا الاسم أو اللقب يعني اللي الناس تعرفوا فيه قالت إيه هذا مثل ما أقول لك وسالفة عادية يعني أشرف وشريف يعني شنو الفرق بيناتهم ما في فرق المهم تحاول مع بسام من هنا من هناك لكن بسام في يوم من اليوم قاعد هو وأخوه اللي اسمه عمر قالوا والله يا عمر السالفة كذا وكذا وصراحة يعني شلون هذا شريف وأشرف والله ما يعرفان السالفة شني كذلك أصدقاء بسام اللي يعرفونه مرتبط بحبيبة ويعرفون أنه الحبيبة يقولوله يا بسام هذا نصيبك أو اللي وديه يصير يعني أبو زوجتك في المستقبل الرجال سمعته ما هي كويسة ورجال عنده يعني صاحب سوابق ومخدرات وصوالف بدأ يسأل بسام عن اسم أشرف حامد وهالناس اللي يسألهم اللي يعرفون أشرف حامد قالوا ايه نعم أشرف حامد هذا صاحب سوابق يجي على البنت يقول له السوالف ما هي مضبوطة وأبوي رجل محترم ودار الصيدة لو ما يشتغلها شغل هذا يا بسام دير بالك تجيبها السوالف قدام حدا المهم البنت أقنعت بسام لكن شنو اللي حصل اللي حصل في يوم من الأيام وفي إحدى الزيارات وفي عام 2018 بالزيارات الاعتيادية اللي يجي فيها بسام على أهل بيت حبيبته في يوم من الأيام وتجي عينه على شهادة وفا وتجي عينه على الاسم ولا الاسم مكتوب أشرف حامد علي رجب أو هذا منه أشرف حامد اللي عنده يعني هذا المتوفي ومنه هذا أشرف حامد اللي هو أبو حبيبة بدت الأفكار تأخذه وتجيبه المهم ساوا حاله ما هو عرفان فيها القضية ولا شاف شهادة الوفاة وكفة الزيارة والسهرة هذاك اليوم ورجع على البيت ويشوفه أخوه أخوه عمر خير يا بسام أشوفك منت على الحشيشة يعني وضعك ما هو عاجبني قال له والله يا أخوي شفت سالفي يعني ببيت أبو حبيبة شين السالفي يا بسام قال له وقال لي محيرني أنه هذا يقولوله أشرف حامد وناس يقولوله شريف حامد واليوم شفت شهادة وفاة بإسم أشرف حامد يا ولد شنو تقول قالوا والله هذا اللي صار وصراحة ماني قدران ألاقي إجابة لهذا الموضوع قالوا ما لك إلا تسأل حبيبة قلبك اللي هي لح تصير زوجتك في المستقبل حبيبة واجهها بهالموضوع وأسألها وأفهم شين السالفة فعلا يقوم بسام هذاك اليوم بعد يوم اللي يومين التقى هو وحبيبة قالها يا حبيبة أنا شفت شهادة وفاة عندكم في البيت بإسم أشرف حامد اللي هو والدت شلون أبوش متوفي وشلون عايش ممكن تعطيني تفسير لشهادة الوفاة هذه قالت سوالفك هذه ماينما أنت معقولة صرت يعني صابك زهايمر ولا أكيد أنت شايف ورقة بالخطأ أو ما هي شهادة وفاة شلون أبوي عايش وشلون شفت شهادة وفاته قالها يا بنت الناس أنا شفت الشهادة عندكم في البيت قالت مستحيل أكيد أنت صار عندك تخيلات وتهيئات قالها ولدش يا حبيبة أنا ماني يعني مجنون ولا مهبول أنا شفت اسم أبوش الاسم الرباعي قالت اترك عنك هالسوالف وأكيد أنت متهيئ لك شي المهم الولد هذا صار يشك بنفسه لكن يرجع يعني يتذكر مستحيل شاف الشهادة بعينه المهم غض نظر عن هالموضوع وبدأ صار يعني يسأل أكثر فأكثر عنه أشرف حامد وبالفعل تبين له أنه أشرف حامد هذا رجال مقطع موصل بالإضافة إلى الأصدقاء والمحبين ينصحونه يا بسام أنت يعني في يوم من الأيام هذا رح يصير أبو زوجتك وسمعته ما هي كويسة لكن الرجال شاف شهادة وفاته هذا الرجل بعينه يعني سالفة تحط العقل بالكف المهم ما لكم بالطويلة تروح الأيام وتجي الأيام إلى شهر رمضان عام 2018 وفي هذاك الوقت كانوا يعني بدأوا يحضرون لموضوع الخطوبة والزواج وكانت الشقة هي العثرة الرئيسية أمام بسام وحتى أنه في الفترة الأخيرة صارت تحصل بعض المشاكل بين بسام وبين حبيبة وحبيبة تقول أنت ما عادت بسام الأولي ما عادت تهتم فيني ما عادت دير بالك علي إذا أزعلت وإذا أرضيت وما أنت بسام اللي أعرفه من قبل يقولها ما عليش الظروف والضغوط ويعني ضغوط هالحيا والتوتر اللي صيبني في الفترة الأخيرة وقاعدين نبحث على شقة وفيها ذاك اليوم تتصل حبيبة على حبيب قال بها بسام كيفك يا بسام شو الأخبار قالها بشرة شبخير قالت ودنا نلتقي أنا وياك وأبوها شريف حامد قاعد بجانبها قال لها قولي له يا بسام أبوي محضر لك مفاجأة هدية العيد والكلام هذا يوم وقفت عيد رمضان قبل العيد بيوم قالت أبوي محضر لك هدية وحضر نفسك وين اللقاء وين الموعد قالت ما عليك أنت تعال إلى المكان الفلاني إلى مكان معين بيناتهم والسائق يجي وصلني أنا وياك وانفرجيك المفاجأة شن المفاجأة قالت إذا قلتك عليها ما عاده مفاجأة قال طيب ماشي ويقوم بسام هذاك اليوم يشتري وقطع الذهب عبارة عن هدية بسيطة متواضعة لأجل تتصلح الأمور بما أنه في الفترة الأخيرة كان فيه شوية توتر في العلاقة بينه وبين حبيبة وقبل لا ينزل من البيت خبر أخوه قال له أنا رايح ودي ألتقي بحبيبة ونزل بسام من البيت ويتصل عليه كذلك واحد من أصدقائه وين رايح يا بسام وين جاي قال له والله رايح ألتقي بحبيبتي حبيبة عندي لقاء أنا وياها وصراحة مش تري لها هدية تعرف أنت فيه الفترة الأخيرة حصل شوي التوتر بيني وبينها ورايح ألتقي أنا وياها قال توكل على الله الله معاك و الله يوفق بيناتكم المهم راح بسام بعد حوالي ساعتين زمان وتتصل حبيبة على عمر أخو بسام سلام عليكم وعليكم السلام هيا عمر وين بسام قال لها بسام مو عندك قالت بسام ما شفته صار لي ساعتين وأنا مستنيته وين راح وين جاي قال والله ما أدري خبرني أنه جاي يلتقي معات قال لها طول بالك خليني أشوفه خاف صار معاه شي خاف برة على حدا أصدقاء وصار معاه ظرف ويتصل عمر على أخوه بسام يتصل عليه التلفون مغلق أي حاول من هنا من هناك رجع اتصل على حبيبة قالها يا حبيبة التلفون مغلق أنت متأكدة أنت ما شفتي بالسام قالت له ما شفته صار لي ساعتين ونص وأنا مستنيته على أساس شوي يجي بعد شوي يجي وصراحة ما أدري يعني شنو دي أقول قالها وكلي يلا شوفي شنو اللي صار معاه الغايب وعذره معاه طولي بالك والبنت كل شوي تتصل على تلفون بالسام تلفون بالسام مغلق عمر يتصل على أخوه تلفونه مغلق أخوه بدأ يشغل باله عليه ويحاول كل شوي يتصل على هالتلفون كل شوي يتصل كل شوي يتصل لكن بالسام فصم الحذاب لا يرد على تلفونه تلفونه خارج التغطية ساعتين ثلاث أربع ساعات بدأت الأفكار تروح وتجي براس عمر أخو بالسام وبدأ يتذكر السوال اللي كان يسولف لوياها أخو بالسام وتجي على باله سيرت هذا أشرف حامد وشهادة الوفاء قال وحق الله ما حد وراء اختفاء أخوي إلا هذا أشرف حامد ويقوم عمر يتصل على أصدقاء أخو بالسام اللي يعرفهم اللي عنده أرقام تلفوناتهم هاي فلان شفت بالسام جاك بالسام الكل يقول ما شفنا في هذا اليوم في الساعات الأخيرة هذه يتصلون على العمام على الخوال على الخالات العمات ما خلوا مكان ما اتصلوا عليه لكن ما في وجود البسام الولد اختفى وما حد يعرف عنه شي وبعد مرور عشر ساعات ويركب الولد هذا عمر ويروه على مركز الأمن سلام عليكم وعليكم السلام قال يا جماعة ودي أبلغ عن اختفاء أخوي قديش عمر أخوك يا عمر قال أخوي عمره يعني طالب جامع ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين سنة قالوا يا حبيبي ما نقدر نبحث عن أخوك لأنه أخوك بالغ راشد وتوصار له عشر ساعات تقول أنت يعني ما نقدر نبحث في هذا البلاغ لحد ما يمضي على اختفاء أخوك ثمانية واربعين إلى ثنين وسبعين ساعة اشو هو ولد صغير وروحنا نبحث عنه طولة بالكم حاول معاهم عمر يا جماعة أنا شاك أنه أخوي مختفي وراه قضية وراه سالفة قالوا ما نقدر نبحث عنه الآن هذا القانون وما نقدر نتخطى القانون أخوك ما هو ليض صغير المهم مر النهار هذاك اليوم وفي صباح اليوم الثاني يوم عيد عيد رمضان والناس ودها تعيد لكن بسام اختفى العائلة تبحث عنه بالحيل والفتيل ما خلوا مكان ما خلوا حدا ولت يا حبيبة ما شفتي بسام تقول والله ما جاني وكنا أصلا محضري له مفاجأة وأبوي اشترى شقة في الرحاب وعلى أساس صويت له يعني مفاجأة هدية العيد شقة الزواج هذه اللي راح يقدمها أبوي هدية لكن الله يصرحه بسام خرب علينا هل وضع هذا كل لياته المهم مر هذاك اليوم عيد أسود على عائلة بسام أو ما عثروا على الولاد تلفون ومغلق المهم بعد مرور 48 ساعة ويروحون على مركز الأمن قالوا يا جماعة بسام مختفي صار له أكثر من 48 ساعة أرجوكم أنكم تدخلون وتبحثون عن أخوي هذا عمر يقول بدأوا رجال الأمن يستجوبون عمر هل بسام عنده أعداء عنده مشاكل مع حدا قال ما عنده مشاكل مع حدا أبدا لكن أنا أشك بهذا أشرف حامد منه أشرف حامد قال أبو حبيبة بسام وخطيبته وقال لي وديه يتزوجها وما حدا وراء اختفاء أخوي بسام إلا هذا أشرف حامد المهم وين ساكن هذا أشرف حامد قال في المنطقة الفلانية ويروحون يلقون القبض على أشرف حامد لما جابوا أشرف حامد وبدوا يستجوبون ويحققون معاه خير يا جماعة شنو الموضوع ليش معتقليني ليش جايبيني قالوا شوية أسئلة وسؤالوا جواب يعني لكن لما قدم بطاقته الشخصية وإثباته الشخصي تبين أنه هذا الرجل ماهو أشرف حامد اسمه شريف حامد ولما دقوا الاسم والرقم الوطني على جهاز الكمبيوتر ويطلع لهم أنه البطاقة الشخصية هذه مزورة تعال لهين يا شريف حامد من وين هاي البطاقة من وين طلعتها وبعد سين وجيم وتحقيقات ويتبين لرجال الأمن أنه هذا أشرف حامد وليس شريف حامد وهذا أشرف حامد الحكومة قاعدة تدور عليه بالحيلة والفتيلة لكنه مسجل في سجلات الدولة أنه الرجال متوفي وحاصلين على شهادة الوفاء بتاريخ عام 2011 والرجل متوفي في عام 2007 وشلون هذا الرجال كلها سنين يتحرك ويروح ويجي وعايش حياته الطبيعية وشني قصت هذا أشرف حامد وليش نطلع بطاقة مزورة وشنو مسوي هذا أشرف حامد الله يسلمكم رجل مقطع موصل يشتغل فيه التجارة الممنوعة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال وكل شيء ممنوع وهذا عليه حكم صادر بحقه عام 2008 في قضية مخدرات أو الاتجار بالمخدرات وهذا الحكم اللي صادر بحقه بالسجن لمدة 25 سنة وكذلك عليه قضية بتهمة التزوير بالسجن لمدة 15 سنة عام 2016 يعني الرجال عليه أحكام بـ 40 سنة المهم يحاولون معه وين بسام وين خذيت بسام شنو اللي صار قالوا لهم ما عارف أي شيء عن بسام بسام بعدين راح يصير نسيبي وهو خطيب بنتي ويا جماعة شنو قاعد سولفون المهم يحاولون معه هذا أشرف حامد من هناك بشتى الوسائل ما قدروا يحصلون منه شيء ويجيبون البنت حبيبة حبيبة كذلك قالت يا جماعة أنا كنت مساوية مفاجئة الخطيبي أنا وأبوي ويعني ليش ودنا نخفي ليش إحنا عنا علاقة في اختفاء بالعكس أنا حبيب قلبي وشلون ودي يعني أخفي وبعد التحقيق معه البنت هذه حبيبة ما قدروا يحصلون منها شيء وتم إطلاق صراحة لكن يحاولون مع هذا أشرف حامد ويتبين لرجال الأمن أو البحثي الجنائي أنه هذا أشرف حامد مزور البطاقة الشخصية ومزور شهادة الوفاة بما أنه الرجل مطلوب في أكثر من قضية ومحكوم بالمؤبد اللي هو 25 سنة والحكم الصادر بحقه في إحدى القضايا بعام 2016 واثره كذلك على عدة بطاقات شخصية مزورة بأسماء أخرى وحسابات بنكية وأمور لها أول ما لها آخر يحاولون معاهم من هناك يا أشرف يطولك يقصرك يولد وين بسام يقولوا لهم لا شفتوا ولا أدري عنه شي في النهاية بما أنهم ما قدروا يحصلون أي اعترافات من هذا أشرف حامد لجأ رجال الأمن إلى موضوع الاتصالات وشرائح الاتصالات والهواتف ويدققون على آخر إشارة كانت صادرة من هاتف بسام ويتبين الموقع اللي واصله آخر شي بسام وبالمقارنة بين اتصالاته واتصالات حبيبة تبين أنه آخر اتصال كان معاها ذاك اليوم والإشارة الأخيرة كانوا في نفس المكان ويرجعون يتصلون على حبيبة حبيبة طلع تلفونها مسكر خارج التغطية راحوا على البيت ما لقوها يدورون عليها في كل مكان البنت فصم الحذاب هي وأمها وعرف الآن رجال الأمن أنه البنت لها علاقة أو تعرف وين اختفى بسام لأنه آخر لقاء أو آخر إشارة صادرة من هاتفه كانت هوية في نفس المكان المهم رجال الأمن ويمسكون السائق الخاص اللي عند عائلة أشرف حامد هذا السائق شاب من الجنسية السورية امسكه وجابه بما أنه السائق الخاص وهو اللي يود البنت ويأخذها ويجيبها وبالضغط على هذا الشاب ويقوم يعترف هذاك اليوم قالوا لهم أي نعم أنا جبت حبيبة وجبت بسام إلى هذا المكان لكن ما أدري شنو اللي صار بعدين ادخلوا على الشقة هذه وأنا صراحة ما عرف شنو اللي صار ويرجعون على أشرف حامد قالوا يا أشرف حامد ما في مجال للإنكار واعترف أحسن لك أنت يعني رايح مؤبد ورايح مؤبد لذلك اعترف أحسن لك وأختصر الوقت علينا وعليك وأشرف حامد فيها الحالة شاف لابد من الاعتراف وبعد ما حصروا بالأدلة والبراهين ويعترف بالجريمة الفضيعة اللي ارتكبها بحق بسام وكان مار على اختفاء بسام تقريبا ثمانة أيام القصة اللي يسلمكم أنه هذاك اليوم هذا أشرف حامد مشتري شقة في منطقة الرحاب والمنطقة هذه اللي كان مخطط مسبقا لأنها تكون مقبرة البسام وليش وده يذبح بسام ويتخلص منه هذاك اليوم لما الولد بسام شاف شهادة الوفاء اللي باسم أشرف حامد وبلغ أخوه فيها أخوه قال له وواجه حبيبتك حبيبة وسألها عنها الموضوع وفعلا بسام لما فاتح البنت وسألها عن موضوع الشهادة البنت شارت الخبر وراحت لعند أبوها وقالت يا أيبة ترى بسام شايف شهادة الوفاء اللي باسمك وأعتقد أنه بسام صار يعرف يعني أمر مهم عن حياتك وعن حياتنا وعن شغلات ما كان لازم يعرفها يا بنت شلون تقولين قالت والله هذا اللي جاك قال لها بسيطة لا تاكلينها الحل موجود عندي بس أعطيني شوية وقت وحاولي أن تشطرين الأجواء مع بسام هاليوميا البنت ما تشطرين خبر صارت تتحاول أنها تطر الأمور مع بسام وأشرف حامد راح اشترى الشقة هذه في منطقة الرحاب ويجيب عمال ويحفر حفرة في المطبخ حفرة مثل القبر وشال السيراميك أو البلاط هذا حطه على جنب وطلب من العمال اللي يحفروا الحفرة هذه قالهم بعد فترة من الزمن أجيبكم علشان ترجعون تدملون الحفرة هذه وترجعون السيراميك مثل ما كان في هذاك اليوم ويوم الوقفة قرر أشرف حامد أنه يقضي على حياة بسام قبل لا يفضحه وقال الحبيبة هذاك اليوم يا حبيبة اتصلي على بسام وقولوا لي وأبوي مسوي لك مفاجأة هدية العيد وفعلا اتصلت حبيبة على بسام وتوعدت هوياه في منطقة الرحاب وجاء السائق خذاهم إلى المنطقة ونزلهم هناك لكن السائق ما يدري في هذا الموضوع وجاء بسام لما دخل على الشقة ولا يلاقي هذا أشرف حامد على مدخل الشقة ومعاه خمس أشخاص كل واحد لبطته تهد الحيط المهم يمسكون بسام ويدخلونه على غرفة النوم ويربطونه ربطوا أقدامه وإيديه وحطوا شريط لاصق على فمه لأجل لا يصرخ ويصيح ويفزع الجيران وبعد شوي شالوا اللاصق عن وجهه عن فمه وبدأ حصل يعني موضوع نقاش بين أشرف وبين بسام قالوا يعني أنت تفكر أنا ساكت عليك كل هالفترة لا تفكر السكوت هذا ضعف مني لكن قلت لعله وعسى أنك تزوق على نفسك لكن أنت جبت تليتك بإيدك يا ولد يا بسام المهم بعد النقاش اللي حصل ويقوم هذا أشرف يخنق بسام لحد الموت بعد ما تأكد من الموت ويقومون يشيلونه ويحطونه بالحفرة هذه اللي مسوينها في المطبخ وحطوا بسام بثيابه مثل ما هو مربط ودفنوه فيها الحفرة وهذا أشرف حامد كان مستوحي فكرة من فيلم سعاد حسني في فيلم اسمه الجريمة الضاحكة وحضر الأمور على 24 محضر شوالات فحم أو شوال فحم علشان أنه الفحم هذا قال يمتصر رائحة علشان ما تطلع الرائحة وحطوا الفحم فوق الجثة وحطوا تراب وحطوا قضبان حديد وصبوا وصبت باطون وجاب هذا اللي يشتغل فيه البلاط والسراميك ورجع والسراميك والبلاط مثل ما كان والبنت حبيبة هذه كفت الفيلم مع أبوها وبعد ساعتين اتصلت على أخوه عمر وسألت عن بسام وها ما جاني بسام وأنا منتظرته وبعدين راحت اطلعت مع صديقاتها وأصدقائها وأصحابها وسهرت وعاشت حياتها بشكل طبيعي ولا كأنها مسوية شيء وهذا أشرف كذلك رجع على البيت ولا كأنه قتل روح ودفنها وأخفأ الجثة المهم كانت هذه اعترافات أشرف حامد لكن قبل لا يعترف الاعترافات هذه قال صراحة أنا قتلت الولد هذا بالسام لأنه هذا اعتدى على بنتي واغتصبها وقتل له كان بدافع الشرف وصاروا يبحثون عن حبيبة وأمها ومن هناك وما يخفى عليكم المباحث المصرية قدروا بعد يوم ولا يومين يعرفون أنه البنت هي وأمها هربانة على محافظة البحر الأحمر ومقيمة في إحدى الشقق ويلقون القبض عليها يروحون ضباط اثنين من الضباط الأشاوس ويلقون القبض عليهم ويجبون إلى القاهرة وبناء على الاعترافات الأولية الأشرف أنه بسام اعتدى على بنته حولوا البنت للطب الشرعي وتبين أنه البنت ما هي متعرضة لا لإعتداء ولا عليها أثار عنف ولا اغتصاب ولا في منها السوالف أبدا وبعد مواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بهالجريمة الفضيعة اللي سواها والقضية أصبحت سولف فيها والطالب بإعدام هذا أشرف حامد وكذلك البنت حبيبة أما بالنسبة للسيدة نجلاء السيدة الأعمال هذه اللي مساوي حالها سيدة أعمال تبين أنه نجلاء كذلك مطلوبة بعدة قضايا وصادرة بحقها عدة أحكام بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والأحكام هذه تصل إلى 11 سنة ألقى والقبض عليها كذلك مع الأشخاص اللي ساعدوا أشرف حامد في حفر الحفرة والدفن والقبض على بسام ومساعدته في إخفاء هالجريمة هذه وتم تقديمهم للمحاكمة البنت حبيبة في البداية ومن خلال التحقيقات الأولية قالت صحيح أنا ساعدت والدي في هالموضوع لكن ما أعرف أنه أبوي يرتكب هالجريمة ويقتله بهالطريقة هذه ويخفي جثته لكن أنا أعترف أني بلغت أبوي على موضوع أنه بسام عرف شهادة الوفاء وممكن أنه يكشف حقيقتك وفعلا أنا ساعدت والدي في استدراجه وجبته إلى هالشقة لكن ما أدري أنه هذا اللي راح يصير المهم بالنسبة لأشرف حامد أشرف حامد قال أنا قتلت الولد هذا لأنه صار يبتزني في المرحلة الأخيرة أنه ودوا فلوس ورغم أنه بسام رحمة الله عليه أحوالهم المادية مرتاحة وجماعة ما هم بحاجة فلوس لكن سبب القتل الرئيسي أنه خاف على نفسه أنه هذا بسام راح يكشف بيوم من الأيام ما لكم بطول سيرة في النهاية وفي عام 2022 في شهر أبريل نيسان تم إصدار الأحكام النهائية بحق أشرف والأشخاص اللي ساعدوا من ضمنهم حبيبة تم الحكم على أشرف بالإعدام شنقا وعلى حبيبة بالسجن المؤبد 25 سنة وعلى الأشخاص اللي شاركوا معاه الخمسة تتراوح الأحكام ما بين السجن المشدد لمدة 5 إلى 10 سنوات كل واحد حسب الدور اللي قام فيه وبهذا يكون تم إزدال الستار على قضية بسام رحمة الله عليه وكانت هذه نهاية القصة وراح أترك لكم اعترافات أشرف حامد على حسابي على الانستجرام اللي راح تلاقون رابط الانستجرام في التعليق المثبت اللي يحب يشوف اعترافات القاتل والمجرم أشرف حامد وفيه النهاية القصة مليئة بالعبر اللي نستخلصها من خلال أحداث ومجريات هالقصة فيه النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم وكذلك لا تنسون زيارة قناة ولد عمي أبو سعود لنعيمي بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه